بعد أيام من الانتظار حركة حماس تسلم الوسطاء ردها على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة بيان مشترك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي أكد على تسليم الرد للوسطاء وشدد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من كل مناطق غزة مصادر للعرب قالت إن رد الفصائل فيما يتعلق بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كل مناطق قطاع غزة يشمل محور فلادلفيا ومعبر رفح وبحسب مصادر للعربي فإن رد المقاومة يستند لورقة سابقة وافقت عليها حركة حماس وتضمنت وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من كل مناطق القطاع الرد أكد على موقف المقاومة الذي سعى لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني من خلال وقف دائما للعدوان وانهاء للوجود الإسرائيلي أو انسحابا إسرائيليا في حامل من قطاع غزة إضافة إلى ذلك الإغاثة والإيواء للنازحين من أبناء شعبنا دون قيد أن شرط وأخيرا ما يتعلق بموضوع الإعمار وفك الحصار قطر ومصر أعلنتا بدورهما كوسطة تسلمهما ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الإسرائيلي حول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين البلدان أكد أنهما سيقومان بدورهما في جهود الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة حتى الوصول إلى اتفاق في تعليقه على تسليم المقاومة ردها البيت الأبيض قال عبر المتحدث باسمه جون كيربي أن الولايات المتحدة تقيم الرد الرسمي لحركة حماس على اقتراح الهدنة الأخير في غزة مضيفا أن واشنطن تلقت الرد الذي أرسلته حماس إلى قطر ومصر لكنه رفض تقديم تفاصيل حول محتوى التطورات المتسارعة تأتي في أعقاب إقرار مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما يتزامن كل ذلك مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين شملت القاهرة وتل أبيب تهدف لدفع عملية المفاوضات والسير نحو الوصول لصفقة في ظل عوائق إسرائيلية ناتجة عن تعقد المشهد السياسي الداخلي تهدف لون أبيب